دي انا اي مساء الخير بمؤتمر صحفي خصص الرئيس الامريكي دونالد ترامب للحديث عن وباء كورونا لقي وقت لموضوع تاني يتوقف عنده اليوم نعيد الى الوطن مواطنا امريكيا اخر وهو امر كبير جدا عمر الفخوري في طريقه الى الولايات المتحدة بعدما اعتقل في لبنان وهو يحارب مرحلة متأخرة من السلطان عملنا بجهد كبير لكي نحرره انا شاكر جدا للحكومة اللبنانية التي عملت معنا وبيضلن اللبنانيين ينقوا انه البلد مهمل ومش موجود على الرادار وما حدا مهتم فيه خايتفضل بعز الكورونا بمؤتمر صحفي تابعوا كل كوكب الارض حكي عن لبنان خصص مقطع للبنان ولعامر الفخوري ومش بس هيك شاكر الحكومة اللبنانية اللي سماها حزب الله وحلفائه واعطاها السقة حزب الله وحلفائه لو انه وباما مدحنا كان لازم نعمل اجتماع طارق على مستوى كل الهيئات القيادية بحزب الله ونعد نقول يا اخوان نحن وان مغلطين لك شو قصتنا شو مساويين شو معاملين شو عاملين وان نعيد النظر بانفسنا انه هي امريكا لما الشيطان بيمدحك لازم تخاف ليك خيه انت اللي عم بتقول مش انا انتبهى انت شو مغلطين شو عاملين انا ما بعرف هاي دي ما تروكي الى انت بدك تعمل مراجعة مع الشبيب الطيبي بس للشكر الامريكيين يشكركن للرضا واضح انه راضي عليكن بس ابو الصوص فيه مبالغة كمان انه هاي دي مانا حكومة حزب الله والله ان لا البعض يتهم انه هذه الحكومة ما هي حكومة حزب الله حكومة ليس ارتاقل سعد الحريري يعني هاي دي نقول يعني يشكرها ترامب ايضا مفارقة لا هذا هي يعني هذه الحكومة فعليا هي حكومة تسوية في لبنان تسوية مع مين مع سليمان فرنجية مع جبران بسيل مع حركة امال مع مين هاي دي حكومة سماها حزب الله وخلفئه وعطاها السئة حزب الله وخلفئه بس مش حدا تاني اصلا اصلا قبل ما تتشكل هاي دي الحكومة هاي دي اللي قاله حزب الله وقت اللي كان عم يتناقشوا اللبنانيين بالحكومة نطالب بحكومة سيادة حقيقية مش من ندقع السفارة الامريكية نسألها شو بنعمل وشو بتقبل المطلوب حكومة سيادية حقيقية وليس الاملاءات الامريكية والغربية والخارجية على حكومتنا عال وتشكلت هذه الحكومة بتسمية من حزب الله واصقة من حزب الله وحلفائه حكومة غير خاضعة للامريكيين فجأة عم تعملوها حكومة تسوي ما انتسوي مع مين عن جد واصلا هذه الحكومة في مكان ما كان يراد منها ان تخطب ود الامريكيين في مكان ما والدليل هو شخصية رئيس هذه الحكومة يلا صحتان وهيضا خطب الود مشي والصنارة غمزيت مش بس حكومة حزب الله كمان حكومة حزب الله لخطب ود الامريكيين اللي عم يحكي مش حدا خفيف هذا باحث جده مقرب جدا من حزب الله اساسي بمراكز ابحاث حزب الله قالك حكومة تسوية وحكومة خطب ود الامريكيين الحقيقة انا مش مختلف معه بالتوصيف كتير بالحد الادنى كان مراد للا حكومة هدنة بس هيك بيكون الود يا ترى جرى تهريب جزار لخيام عامر الفخوري بطوافة عسكرية امريكية غطت في باحة السفارة في عوكر لدقائق ثم اقلعت فطارت معها سيادة وطن فيه نوع من الاذلال انتهاك للسيادة اللبنانية ورسالة لاذلال اللبنانيين فما حصل هو اهانة لكل لبنانيين فين الودة دولة حنية وان الودة رئيس قلبت من حكومة خطب الودة الامريكي لحكومة الزل امام الامريكيين ما هيدي حكومتكن يعني لا قدرتوا تعملوا حكومة مواجهة ولا قدرتوا تعملوا حكومة خطب ود على القليل ينعمل شيء خي ينعمل اخراج باخراج عامر فخوري من لبنان الامريكي عنده خط عسكري يعني من السفارة عوكر رجل طائرات للوكابتر شغالي على ابرو السعت لبدو هو لم يستعمل هذا وطلب طائرة تجي من اتنا على مطار بيروت طائرة خاصة لتقدر تاخده من المطار وما رح يعمل التهريبي لماذا؟ الكل في صورة ان الامريكي يجب ان يبلغ وبعتقد بلغ بقال لا يخاطر باستعمال خط التنسيق العسكري المجاز بالتفاهم مع قيادة الجيش في انتهاك للسيادة اللبنانية يجعل هذا الوجود غير شرعي اذا اقدم على استعمال هذا الخط فهو يحول وجوده العسكري في لبنان الى احتلال ايوه هيدا الحكي الجد وبما انه الخط العسكري استخدم وما حدا سأل والاستباحة حصلت وتحول الوجود الامريكي الى احتلال ستبدأ على الفور عملية اخراج امريكا من لبنان حزب الله لا يريد ان يخرج امريكا من لبنان اول اشي لا يريد ان هاني بعرف انه ما بيقدر معلم حزب الله يوم ايه يوم لا بيخبرنا انه عن اخراج امريكا من غرب اسيا هلأ بطل قادر يطلعها من لبنان لأ بدا ندروق خي ما تطلعوا الامريكاية من لبنان بس على القليل على القليل ما تطلعوا الفخوري من السجن شو اللي جابركون هلأ تعتقد انه رح يكون في ردات فاعل هلأ اذا بدي يكون في ردات فاعل من الناس تببق بعد ما شفنا لا مش بس من الناس من القوى السياسية المعنية ايه انا بعتقد لا انا بعتقد لا لانه في تركيبي بالبلد يبدو اقوى هناك تركيبة قوية. هذه التركيبة. الشق الثاني من التركيبة. هو الذي أخرج عمر الفخوري. هو الذي أخرج. هو الذي حمى. كمان خليلا نكون صريحين. وبالتالي أنه بالأخير. أنت أصبحت كمان. هو بالعلموس. لا يمكنك تحكي و لا يمكنك تأيد. أكيد لا يمكنك تأيد. الرواية الرسمية. إذا تأمل رواية رسمية. هذا القسم الثاني من التركيبة. وبعتقد أنه بصير فيها مشكلة بالبلب. المقصود بالشقة الثانية من التركيبة. التيار الوطني الحر. عم بقول ما فيك تحكي. لأن إذا حكيت. رح تفوت بمشكل بين حزب الله والتيار الوطني الحر. يعني طيار رئيس الجمهورية. يعني طيار جبران باسيل. معنات الكلام أنه حزب الله. رضخ لمطلب فريق الرئيس عون. بالإفراج عن الفخوري. ليه؟ ليحمل عهد من مشكل مع الأمريكيين. ليه بده يواجه أمريكا. طلع مش قادر يواجه شهويت زبران باسيل. إلى اللقاء. ترجمة نانسي قنقر